توقفنا عن تنزيل المنشورات لأنه يوجد مكان في العالم يقصف فيه أصحاب الأرض تم قصف قطاع غزة بـ 25 ألف طن من المتفجرات المتطورة التي تفوق قدرتها وتفوق تدميرها قنبلتي هيروشيما ونقزاكي حيث هيروشيما ونقزاكي كانت على هدف واحد بينما للأسف العدواء قاعد بقصف أهم المراكز ويقصد القتل بأكبر كمية ممكنة فلذلك هذا الأمر ألحق العديد من الدمار في الأرواح أولا في المباني السكنية حيث يقدر بحسب المركز الخاص بقطاع غزة أنه تم تدمير أكثر من 250 ألف وحدة سكنية وأكثر من 50 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي حتى موعد تحضير هذا التقرير اللي هو في 4-11-2023 ولأنه بحسب جميع الديانات أصحاب الأرض لن يخسروا أرضهم حتى وإن قتلوا واستشهدوا ودمرت المباني لذلك بإذن الله سيتم تعميرها من أول وجديد بيتا بيتا وهنا يجب التنويه على فكرة يجب الاستفادة منها بشكل جيد وهي ما يسمى بـ Building Recycling أو Concrete Recycling وأغلب دول العالم تعتمد عليه حتى وإن كانت كقدرة اقتصادية متوفرة الأمور المادية في تبعات أخرى مثل أنه يكون صديقنا البيئة إلى آخره ولكن الأهم فيما يخص القطاع وهو الكلفة ولأن الكونكريت أكثر قوة تكمن في محتوى الآجرغيت هذا الحطام يمكن الاستفادة منه كبديل للآجرغيت أو هو يكون كآجرغيت وخلينا نشوف بعض الأدوات والمعدات في الأسفل وطبعا بالصورة هذا الركام يمكن استعماله في العديد من الاستعمالات الموضحة شيء ممكن يكون بالأرصفة بالشوارع في المباني نفسها بشرط عمل بعض الفحوصات اللازمة بإذن الله ستعمر المنازل منزلا منزلا لن تموت قضية أصحابها على حق السلام عليكم